قبل الصباق رفعنا الاشراع على البر وشفنا شكل شكل الاشراع لازم يكون شكل مناسب ومتناسق لأن الهواء خفيف فأنت ما تبيل مسار الهواء يكون سموث يمشي مع الاشراع فهذا كان شيء مهم قبل ما ننزل بحر تكتيكي لازم نجهز للوضع الصباق إذا كان هواء زايد ترتيبه غير وإذا هواء متوسط ترتيبه غير وهذا الشكل وفي الصباق طول وقت تحاول تقلل الحركة قد ما تقدر تقلل الحركة في المحمل لا تبيل الناس تتحرك والحركة الفجأة لا تبيل تقلل الحركة قد ما تقدر ونفس ما كنت أشوف المركز الأول وباقي المحامل معانا ثابتين محد يتحرك وماشيين على الماء لين ما وصلنا خطنا